اشتركوا في القناة كلمة السحر معناها حيلة فيها لطف تأتي بأمر عجيب يشبه أن يكون معجزة يعني خارق لنوانيس الكون هي غير الحيلة التي يقوم بها الحواه لأن الحواه يقومون بخفة حركة وخفة يد وعمونها على الناس لكن السحر شيء آخر السحر قلنا الحق سبحانه وتعالى خلق كل جنس بقانونه خلق الإنس بقانونه خلق الجن بقانونه خلق الملائكة بقانونها وما يعلم جنود ربك إلا هو وكل قانون له خصائصه ومميزاته التي تناسب عنصر تكوينه فالإنسان لأنه مخلوق من الطين له الكثافة الكثافة بمعنى أنه هو الحواجز تمنعه زي كما قلنا لو أنك تجلس في تفاحة في الأوضة وراء اللي أنت قاعد على الجدار اللي سديدها ما تعداش لا رحة ولا طعمها إلى فمك لكن لو أنك جعلت جزوة نار في الأوضة التانية في ريح الجدار من الممكن أن يتعدى أثرها لك لأن للنار إشعاعيات تنفض من الأشياء المادة التانية ملهاجة فالجن لأنه مخلوق من النار له إيه بقاه إنه يراكم هو وقبيله من حيثه لا ترونه فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون هل القانون هو الذي سيطر؟ لا رب القانون يسيطر فوق القانون فيجي للجن اللي عنده خفة حركة وخفة مش عارف إيه وخفة إيه يجيب واحد من الإنس يعلمه شيء من أسرار كونه ويستذل الجن لخدمته يبقى أنت يا جن مش واخد خصوصيتك من العنصر لا ده من القادر من المعنصر بدليل أنه يجيب واحد من القادن يخليه إيه يتحكم فيك طب وليه مثل قالك دي ابتلاقات للخلق الآية بتقوله ما يعلمان من أحد حتى يقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر هم هيعلمك السحر تعمل السحر إزاي بس ينصحك من الأول يقولك إحنا هي فتنة فتنة عن ابتلاء واختبار لا تكفر مما يدل على أن كل من يتعلمها إن قال لك أني سأستعملها في الخير فهو كاذب لأنك أنت بتقول أنت تستعملها في الخير ساعة إيه صفاء نفسك من الخلق طب يفرض أنه أحد غازك من أي ناحية وإنت عندك أسرار بقى تقدر على نفسك أنت صحيح أمين وقتل إيه التحمل إنما هل أمين أنت وقتل أذاء واحد يغيزك كده تروح نستعمل له إيه تبقى تكافؤ الفرص امتنع ليه؟ لأن اللي بيحمل عالم وبيدينه الأن إنما هو تكافؤ الفرص بين أفراد الجنس الواحد واحد يغذني أحب أضربه ألم واحد تاني يروح شدد إيه دي يقولك هتضربه ألم ما هيجي ابنه اللي مش عارف إيه ضربك إنت دل تبقى تكافؤ الفرص عمل إيه؟ خلى كل واحد يلزم حد اللي فاين العالم الآن من الشر المحدق به شرقا وغربا إيه؟ تكافؤ الفرص دي خايفة مندي ودي خايفة مندي فإذا واحد خد سلاح مش عند التاني الإنسي اللي ياخد سلاح استخدام الجن يبقى خد سلاح مش عندي مين؟ مش عندي أخوه الإنسي يبقى خد فرصة أقوى منه ولا لأ؟ آه خد فرصة أقوى منه يبقى هذا من اللي ابتلاء بقى وإحنا قلنا أن ساعتك يمنع الله شيئا أو يطلب شيئا إنما يريد أن يحافظ عليك أنت فقال أنا أعلمك صحيح وحعلمك إزاي تسحل وإزاي تاخد قانون الجن واتسخره بس يفهم أن هذا إيه؟ ابتلاء وابتلاء ده قد تنجح وقد تسقط لكن قوله فلا تكفر يدل على أنه علم طبائع البشر في أنهم حين يأخذون فرصة أعلى قد يضمنون وقت صفاء نفوسهم ولكنهم لا يضمنون يوم تعكير نفوسهم ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لأن مدام ربنا اللي مديهم ديا يقدر يصلوا بالله افرض أن الله سبحانه وتعالى أقدر إنسانا على أنه يبقى عنده فلوس وبعضين يروح يشتري لمسدس ويتعلم ضرب النار إداله إمكانيات ولا لا؟ ما إيش عندي أنا ولا إيش عندي التاني على الأول ساعة ما يغضب علي ولا أي حاجة يمكن لو ما كانش مع المسدس كانت كلمة ريحه إنما لو معاه مسدس يعمل آه؟ يبقى جاب لنفسه ده يا ولا ما جابتش لنفسه إيه؟ جاب لنفسه ده فساعة ما يمنع يبقى بده يرحم ساعة ما يمنع يبقى بده إيه؟ يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا إيه؟ فلا تكفر طيب مدام حيتعلموا الحكاية دي يبقى الحق سبحانه وتعالى يحمي خلقه من هذه المسألة إذن؟ قال لك يكفي أن تعلم أن الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلو أنك تتبعت هؤلاء لستزلوك واستنزفوك وتركك الله لهم لأنك اعتقدت فيه أما إن قلت اللهم إنك قد أقدرت بعض حلقك على السحر والشر أقدرته ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ساعة ما ترفض هذه العملية الله لا يمكنهم منك شكرا 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 شكرا